بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمدين وعلى آله وأصحابه إلى يوم الدين وبعد فهذا درس ثالث من دروسي في تفسير القرآن الكريم المخصص للإناث للطالبات بمدرسة الفتح للتعليم العتيق بالعيون الشرقية ففي هذه الساعة المباركة معنا صورة البقرة التي هي أطول صور القرآن الكريم صورة البقرة كما قلنا هي أطول صورة في كتاب الله عز وجل وثاني صورة في ترتيب المصحف بعد صورة الفتحة آياتها مدنية وسميت كذلك نسبة إلى ورود قصة بقرة بني إسرائيل فيها وعادد آياتها مئتان وخمس وثمانون آيات أو مئتان وست وثمانون آيات على اختلاف العدي المدني والمكي تتخللها آيات الكرسي التي هي عظم آيات في كتاب الله عز وجل الله وفيها أطول آيات في القرآن الكريم وهي آيات الدين وهذه الصورة فضلها عظيم وثوابها جسيم فهي فسطات القرآن الكريم وذلك لعظمتها وكثرة أحكامها ومواعيضها وقد تعلمها عمر بالخطب وحفظها بفقهه رضي الله تعالى عنه وأرضه وعلمه وسرعة بداته أو دكائه ومع ذلك فقد مكت في حفظها 12 سنة وذلك ليطبقها وقد طبقها في حياته وكذلك ابن عبد الله بن عمر مكت في حفظها 8 سنين وهكذا كان الصحابة رضي الله تعالى عليهم يتعاملون مع القرآن الكريم حفظ وتلاوة طبيقة فلها فضل كبير في الحديث كما في حديث النواس بن سمعان في صحيح مسلم وقال سمعت رسول الله تعالى يقول يؤتى بالقرآن يوم القيامة وأهله الذين كانوا يعملون به تقدمه صورة البقرة والعمران وضرب لهما رسول الله تعالى ثلاثة أمثال ما نسيتهن بعد يقول هذا الصحابي الجليل قال كأنهما غمامتان أو ضلتان سوداوان بينهما شرق أو كأنهما حزقان من طير صواف تحاجن عن صاحبهما وهذه الصورة تطرد الشيطان والوسوس من نفس وبيتي قارئها فعن أبي هورة رضي الله عنه قال لا اجعلوا بيوتك قبورة فإن البيت الذي تقرأ في صورة البقرة لا يدخلوا الشيطان وختمت الصورة بآياتين لهما فضل كبير في حفظ المرأ ودفع الكرب عنه فعن أبي مسعود رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من قرأ بالآياتين من آخر صورة البقرة في ليلة كفتاه رواه البخاري وهذه الصورة صورة البقرة تحدثت عن أحكام وعن قصص كثيرة بعض الأحكام الواردة في صورة البقرة آية الطلاق وأحكامه بيانت الصورة مدة الرضاعة وحقوقها بيانت وذكرت بعض مبادئ الحرب وفضل آية الصيام وبيان حكمه وما يتعلق بفيدية المرضى والمسافرين ذكرت حكم اليمين وكفارته ذكرت عدة المرأة المتوفة عن هزوجها وحكام خطوتها بيانت أركان الحج وحكامه كالوقف بعرف وارمي الجمار ووضحت كذلك فضل الصدقة وفصلت في النفقة وفضلها ثم شرحت آية الريبة وبيانت حكمه ووضعت أساس لمبدأ الدين من أحضار للشهود وكتابة ذلك وكذلك اجتملت على القصص في صورة البقرة هذه الصورة ذكرت قصة الاستخلاف في الأرض وسجود الملائكة لسيدنا آدم فصلت قصص بني إسرائيل من بداية نجاتهم من فرعون وخروجهم من أرضهم وكذلك طلبهم للسقية والطعام من موسى عليه السلام وذكرت انشقاق الحجار له وكيف عبدوا الحجل واتخذوه إله من دون الله ثم أشرت الصورة إلى قصة أصحاب السبت وبيانت قصة بقرة بني إسرائيل وقصة بناء سيدنا إبراهيم وإسماعيل المستوين الكعباء المشرفة ثم تحدثت عن حادثة تحويل وجهة القبلة من المسجد الأقصى للكعباء المشرفة ثم قصة سيدنا إبراهيم مع النمرود ثم قصة الرجل الصريح الذي مر على القرية الخاوية وقصة طالوت وجالوت وهكذا ثم يقول الله إذن يقول الله الزوج لله أعود بله مشتار الجمس الأحمر أليف لام ميم أليف لام ميم هذه الحروف المقطعة وردت في تسعين وعشرين صورة من القرآن الكريم هي أليف لام ميم في صور البقرة ألي عمران عن كابوت الروم لقمان سجدة أليف لام را أليف لام را في صور يونس هود يوسف إبراهيم الحجر ثم أليف لام ميم صاد في صورة الأعراب ثم حميم في صور غافير فصلت الشورى الزخرف الدخان الجاثية الأحقاف ثم أليف لام ميم را في صورة الرعد ثم تصيم في صورة الشعر القصص ثم تصيم في صورة النمل ثم طه في صورة طه ياسين كافهايا عين صاد نون قاف صاد حميم عيسين قاف وفي صورة الشورى وهذه الحروف هي أربعة عشر حرفا وعدد حروف المقطع إذن أربعة عشر حرفا وهي نصف حروف اللغة العربية وهي مرموز له بنص حكيم قاطع له سر نص معناه أن القرآن الكريم مصدر تشريع وحكيم محكم حكيم في أمره ونهيه ونهيه سبحانه وتعالى لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تزيل من حكيم الحميد وقاطع أنه قطعيه الثوبوت وله سر أي فيه إصرار لا يعلمها إلا أهل الفن إلا العالم إلا العلماء وهذه الحروف المقطعة إذن تشكل نصف كل نوع من أنواع الحرف العربية إذن نصف الحروف المهموسة والمجهورة والرخوة والشديدة والمطبقة والمفتوحة والمستعلية والمنخفضة وحروف القلقالة وهكذا ثم الأحروف هذه الأحروف منها ما تمد مد طبيعي وجمعت في العبارة حي طهور ومن هذه الحروف ما تمد ست حركات جمعت في العبارة عسلوكم نقص والأليف بطبيعة الحال لا تمد إذن الله عز وجل يقول أليف لاميم هذه الحروف ثلاث أليف لام ميم وفي كل حرف حسنة والحسنة بعشر أمتالية كما أخبرنا والذي أخبر بها الرسول صلى الله عليه وسلم إذن هذه الحروف ثلاثة وغيرها من الحروف المقطعة في أوائل بعض الصور كما ذكرنا هذه تعتبر إعجاز القرآن الكريم من حيث البلاغة والأسلوب والتركيب والتأليف فاقتحد الله به أنه بغاء العرب وشعراءهم فكان الله عز وجل يقول إذا ألفت هذا الكتاب ونزلت هذا الكتاب بهذه الحروف فإذا استطعتم أن تأتوا بمثله فأتوا وأنه مركب من هذه الحروف التي تتكون منها لغتكم فلا بيستطيعوا فدل أجزو العربي عن إتيان بمثله الله عز وجل يقول ذلك الكتاب لا ريب فيه لا ريب فيه لا ريب فيه أي هذا القرآن لا شك فيه أنه من عند الله سبحانه وتعالى ذلك للبعد ذا إشارة للبعد كاف الخطب لأنه القرآن الكريم كتاب الله عز وجل فشأنه عالي فهو علو الشأن وهو أفضل الكلام هو كلام الله أفضل الكتب كتاب الله عز وجل إذن هذا الكتاب لا شك فيه لا ريب مصدر من رابا ياريب أنه من عند الله ولو كان من عند الله من عند غير الله لوجدوا فيه اختلاف كثيرة لو كان القرآن الكريم من عند غير الله لوجدوا فيه اختلاف كثير ولكنه كتاب الله وهذا الكتاب وهذا الكتاب الذي لا ريب فيه فهو سيكون هدى لمن للمتقين هداية لأن الهداية على نوعين هداية إرشاد وهداية توفق فهؤلاء المتقون حصلوا على هداية إرشاد وحصلوا على هداية توفق فانتفعوا بهذا القرآن الكريم عمل مطبيقة ثم يقول الله عز وجل الذين يؤمنون بالغيب أي الذين يصدقون بكل ما غاب عن حواسهم وما يكون فيهم القيامة من جنة ونار حشر وهول صيرات وقبر وغير ذلك وهؤلاء يؤمنون بالغيب الغيب ما غاب عنك ما غاب عنك وعن حواسك ويؤمنون يصدقون بالغيب ومن صفاتهم كذلك يقيمون صلاة بمعنى أنهم يؤدونها هذه الصلاة في أوقاتها بركوعها وسجودها واطمئنانها واعتدالها ومما رزقناهم الرزق يعود إلى الله عز وجل وأن الرزق هو الله مما رزقهم الله عز وجل يبذلونه في سبيل الله يعطونه في سبيل الله يخرجون الصدق الواجب والمستحب الصدق الواجب كالزكاة والصدق الواجب كذلك النفق الواجب كالنفقة الوالدين والأولاد الصغار والمستحبة في وجوه البير ووجوه الخير ثم يقول الله عز وجل والذين يؤمنون بما أنزل إليك أي من صفاتهم قيل تعود على المؤمنين قيل على أهل الكتاب والذين يؤمنون بما أنزل إليك يصدقون بالقرآن والسنة وما أنزل من قبلك الترات والإنجيل والزبور وبالآخرة وبالآخرة هم يوقنون أي ويصدقون صديق جازم بالحياة الآخرة وما فيها من النعيم والعذاب والثواب والعقاب وبالآخرة هم يوقن أولئك على هدى من ربهم وهؤلاء العاملون بهذه الأوامير على هداية من ربهم سبحانه وتعالى وأولئك هم المفلحون الفائزون ناجحون لأنهم نجحوا لما عملوا بكتاب الله عز وجل وما أنزل على الرسول صلى الله عليه وسلم وإن الذين كفروا سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون لما تحدث الله عز وجل على المؤمنين انتقل الحديث عن الكفار الكافر هو الذي يغطي الإيمان فيقول الله عز وجل إن الذين كفروا سواء عليهم وأنذرتهم أي خوفتهم أم لم تخوفهم فهم لا يؤمنون سواء خوفتهم أم لم تخوفهم لا يصدقون إن الذين كفروا سواء عليهم وأنذرتهم وأم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى أبصارهم وغيشونهم عدام عظيم أي غطى الله وسمعهم فلا يسمعون التوحيد ولا يسمعون الخير وطبع على أبصارهم فلا يبصر الحق والخير وطبع الله على قلوبه فهم لا يتطعيضون أي قلوبهم مقفلة ثم يقول الله عز وجل ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الاخر وما هم بمؤمنين ومن الناس من يقول أيها المنافقون انتقل إلى الحديث عن صفات المنافقين إذن تحدث الله عن صفات المؤمنين ثم تحدث عن صفات الكفار ثم تحدث عن المنافقين ومن الناس من يقول أي الموافقون يقولون بلسانهم آمنا بالله وباليوم الاخر آمنا بالله وباليوم الاخر والإيمان له شروط وله علامات فهذا الدعاء والله عز وجل يقول وما هم بمؤمنين أي وما هم بمصدقين فقد آمنوا بلسانهم ولم يدخل الإيمان إلى قلوبهم بل في قلوبهم الكفر في قلوبهم البغض للدين وللإسلام في قلوبهم الكفر هناك فرق بين من استقر الإيمان في قلبه وآمن به واصدقه وعمل به ومنهم من لم يلامس الإيمان شغاف قلبه فالله عز وجل يقول عن هؤلاء من صفاتهم يخادعون الله أي في ظنهم أنهم يخادعون الله والله عز وجل لا يخادع ويظنون أنهم يخادعوا الله وكذلك الذين آمنوا بالله والمؤمن من الصحابة ولكن الحقيقة أنه وما يخادعون إلا أنفسهم وعاقبة خداعهم تعود عليهم الضر يعود عليهم وما يشعرون وما يحسون أنهم يخدعون أنفسهم ليخادعون أنفسهم المصيبة أنهم لا يحسون بذلك وذلك لفساد قلوبهم لذلك الله عز وجل قال في قلوبهم مرض أمراض هذا المرض يزداد يوم من بعد يوم الشك وفساد وحب الشهوات والشبوهات وبغضون وحقدون وكل الأمراض يعني المجتمع في هذه القلوب قلوب المنافقين فزادهم الله مرضا ولم عذابوا لهم بما كانوا يكذبون أي فزادهم الله لقلوبهم مرضا حتى لا تلين ولا تطعين وعقوتهم التي تنتظرهم أشدوا العيذ بالله ومن صفات المنافقين أنهم وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا كذب وعنادة وزور وجحود إنما نحن مصلحون لا يعترفون بخطائهم ولا يعترفون بفسادهم أنهم يخربون في الأرض ويخربون العقول بأفكارهم وبشبوهاتهم وبقدفهم للمؤمن باتهامهم للمسلمين ولنقل الأخبار عنهم لأنهم يفسدون الحالة الاجتماعية للمسلمين ألا إنهم هم المفسدون هم المخربون ولكن لا يشعرون أنهم هم المخربون وإذا قيل لهم آمنوا كما أمن الناس أي صدقوا برسولهم بمحمد صلى الله عليه وسلم وما أنزل إليهم من الوحي مثل ما صدقه الصحابة رضو الله تعالى عليهم قول وفعلا وعملا قالوا استهزاء أن أؤمن كما أمن سوفها شبه الصحابة بضعاف العقول الذين لا يعرفون مصلحتهم ولا منفعتهم فارض الله عليهم بقول ألا إنهم هم السفاء هم ضعاف العقل الذين لا يجهلون مصالحهم ويجهلون منافعهم ويضرون أنفسهم ولكن لا يعلمون أنهم هم السفاء لما هم عليه من الضلال والخسران المبين ومن صفات المنافقين وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم أي إذا التقوا بأمثالهم في الكفر والتقوا مع الكفر قالوا إن معكم إنما نحن مستزئون أي على طريقتكم ودينكم وخططكم أي نستهزئ بالمؤمن فقط فنحن لا لسنا معهم قلبا وقالبا وإنما في المظهر فقط ونسخار منهم ونضحك عليهم فالله عز وجل يقول الله يستهزئ بهم ويمدون في طغيانهم أي الله يقابلهم بالمثل فيفضحهم ويعاقبهم حتى يصيروا من مستهزئين بهم دنيا وأخرى يوم القيامة يستهزئوا بهم في الدنيا بالفضيحة ويستهزئوا بهم في الآخر حينما يدخل المؤمنون ويمرون على الصراط وحينئذ ينطفئ النور على المنافقين فقالوا انظرونا نقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم فلتميسوا نورا الله عز وجل يقول أولئك المنافقون من صفاته أنهم أولئك الذين اشتروا استبدالوا استبدالوا الإنسان عنده جوهرة فيستبدالوها بحديد عنده ذهب فيستبدالوه بحديد أولئك الذين استبدالوا الضلالة بالهدى عندهم الإيمان فاستبدالوه بالكفر عندهم الإسلام توحيد فاستبدالوه بالنفاق أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى يبدالو الكفر بالإسلام وبذلك فما ربحت تجارته مع الله تعالى وما كانوا مهتدين إلى الحق فالله عز وجل ضرب مثل هؤلاء مثلهم كمثل السقض نار مثل منافقين كمثل الذين هم في ظلمات فاحتجوا إلى نار فالما وجدوها انطفأت عليهم وهذه النار في نورها مثل وحي الله تعالى فالما أضاءت ما حولهم الإيمان انطفأت بكفرهم والعياذ بالله ذعب الله بنورهم وتركهم في ظلمات ضلالهم لا يبصرون الحق ولا يبصرون النور صم عن سماء الحق بوكمون خرص عن النطق به وعن قول الحق وعن ذكر الله عز وجل وقراءة كتاب الله عز وجل بوكمون عميون عن إبصار الحقيقة والحق والنور فهم لا يرجعون فهم لا يستطيعون يرجعوا الإيمان الإسلامي للتحيد الذين تخلوا عنه وتركوه بعد أن عرفوا أنه الحق وقد استبدالوه بالضلال أو كصيب من سم أو مثلهم كمطر شديد نزل من سماء فيه ظلمات ظلمة الليل وظلمة السحاب وظلمة المطار وفي هذه مع هذه الظلمات رعد ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في أذان من الصوائق هذا الموت أي خوف من الصوائق المحرقة والرعد القاصف وهذا هو حل منافق إذا سمعوا القرآن جعلوا أصابعهم في أذانهم وأعراضوا عن أمر الله عز وجل ونهيه ووعده ووعيده ونسوا أن الله محيط بالكافرين الله محيط بهم قال الله تعالى والله محيط بالكافرين فهو سبحانه وتعالى لا يفوته شيء فهم ولا يعجزونه فهم لا يفوتونه ولا يعجزونه في شيء والله محيط بهم من كل جهة والله محيط بالكافرين سبحانه وتعالى يكاد البرق من شدة إلى معانه يختفوا أبصاره ومع ذلك كلما أضاء لهم مشوا فيه أي مشوا في ضوء خوف من أن يقعوا في الحفار المهلكة يعني يمشون إذا أضاء لهم وإذا أضاء معلم قاموا وقفوا في أماكن متحير أين يتجهون وهذا هو حال المنافقين يظهرون من حق أحيانا ثم يشكون في أحيان أخرى فيرجعون عنه ولو شاء الله لذهب بإسمعهم وأبصارهم أي لولا إمهال الله عز وجل أن أمهالهم لسلب عليهم فورا السمع والأبصار إن الله على كل شيء قدير لا يعجزه شيء فقدرته سبحانه وتعالى مطلقة لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء هذا وبالله التوفيق وصلى الله على سيدنا محمد وآله الحمد لله رب العالمين